اشتركوا في القناة مقررات لفصل الثالث في الماجستير اقتصاد الالهام وطبعا هذا المقرر هو مقرر مهم جدا لأن يتعلق في تعزيز النظرة المتعمقة لمنهجيات اقتصاد الالهام واختباطها اقتصاديات الأخرى يعني الريادة هو من الجزء من الاقتصاد الرئيس مالي هو الاقتصاد أيضا التعاوني لأنه أيضا يأتي من خلال مفهوم الريادة المجتمعية وبالتالي ربطة مع اقتصاد الالهام شيء مهم عشان نرى أن الأنظريات في النهاية هي مترابطة بشكل أو بآخر طبعا نريد أن نبني العقلية والكفاءة التي تسهم في تطوير مشاريع ومختبرات اقتصاد الالهام وبالتالي هذا المقرر يركز على روح الريادة والتي تقوم عليها أيضا مختبرات اقتصاد الالهام طبعا نركز أيضا في هذا المقرر على موضوع القدرة على استخدام منهجيات الاقتصاد الملهم في حل المشاكل المعقدة بشكل عام وعلى إتخان الأدوات التي تؤدي إلى نتيجة فعالة في مجال الاقتصاد الاجتماعي لذا كنا نركز على أمثلة في الاقتصاد الاجتماعي وأيضا القدرة على التواصل بشكل فعال لتعزيز ثقافة الاقتصاد المهم لا شك أن الريادة هي منهجية تواصل أيضا سواء مع الشركاء والمعنيين أو مع المستفيدين بشكل أو بآخر وطبعا من خلال منهجية الرياضة نستطيع أن نتعام مع قضايا وتحديات المجتمعات سواء للمجتمعات الفقيرة أو المجتمعات التي تحاول الآن في كل العالم أن تحقق التنمية المستدامة طبعا أيضا واحدة من التطورات المهمة هو القدرات الطلاب في ممارسة اقتصاد الإلهام بشكل فعال وبما يحقق لهم الأثر في مجتمعهم لما تتطور عندهم قدراتهم في ريادة الأعمال أو في الريادة الاجتماعية لا شك أن هذا يسهم في أنهم يطور الأثر في مجتمعاتهم وطبعا يسهم ذلك أيضا في إجراء البحوث والتطوير على المستوى عالمي بما يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية لغصال الإلهام لم يكن عندنا بحوث في موضوع الريادة المجتمعية وريادة الأعمال وترتبط باستراتيجيات أيضا اقتصاد الإلهام لا شك أنها سوف يدعم عملة الإلهام وسمعة اقتصاد الإلهام وأهميتها في المجتمعات لأن الريادة الأعمال يعني منهج أو مفهوم الآن منتشر في كل العالم ومثل ما نعرف أننا حتى في برامج بالماجستير والدكتوراه في موضوع الريادة أو الريادة الاجتماعية طبعا المقرر يركز على أنواع وأنماط الريادة الأعمال موجودة والمتوقع في المستقبل القريب والبعيد وبناء على التغييرات المستقبلية أو التغييرات الحالية وترابطها مع اقتصاد يقوم على الإلهام أيضا المقرر يركز على الترابط بين خطط أخصى الإلهام والريادة وما هو الأثر الذي من شأنه بناء مجتمعات نشطة ومميزة وكذلك سيتعرف الطلبة في هذا المقرر على أنشطة ريادة الأعمال التي ألهمت المجتمعات بطبيعتها وأيضا سوف يكون هناك زيارات ميدانية ومشروعات ومشاركة لغصص نجاح ساهمت في نشر فكر اقتصاد الإلهام بشكل غير مباشر أو في تعزيز مفهوم ريادة الأعمال طبعا نحن عندنا كثير من الورقات العلمية في اقتصاد الإلهام أو الكتب الغير مباشرة التي تعزز مفهوم ريادة الأعمال وعندنا برنامج في الحقيقة إذاعي بين الريادة والإلهام جيدا تستمعون له موجود هو على اليوتيوب بحيث تستمعون على الأفكار التي يركز عليها اقتصاد الإلهام في موضوع الريادة طبعا مخرجات التعلم المقصودة في هذا المقرر هو ادراك دور استراتيجيات ريادة الأعمال في استقرار الاقتصاد الإجتماعي وأيضا اقتصاد الإلهام تقييم متى وكيف يتكامل اقتصاد الإلهام مع الريادة الأعمال بالذات أو ريادة الأعمال الاجتماعية التعرف على كيفية تحسين نماذج الإلهام من خلال ريادة الأعمال وأيضا إدراك دور ريادة الأعمال في استدامة المشاريع الملهمة بشكل أو بآخر دائما نقول في هذه المقرات كل ما طبقوا طلبوا كل ما فهموا دائما نحن في اقتصال الهام نقوم على منهجية التطبيق التعلم من خلال التطبيق التعلم من خلال التجربة وليس التعلم من خلال فهم المفاهيم فقط بدون تطبيق المفاهيم لكي تستخر في بالنا ونعرف تفاصيلها ومدخلاتها ومخرجاتها يجب أن نطبق ثم نأتينا وناقش ما نتعلم هذا المفهوم هو الذي يدعمنا أن فعلا نفهم حتى الدراسات الحالة حتى لما نسوي مشروع إيش ماذا نستهدف وحتى لما نأخذ امتحانات تكون الامتحانات المفتوحة لهدف القياس معرفة الطالب بالترابط بين اقتصاد الهام والريادة وريادة الاجتماعية طبعا نحن في هذا المقررة سوف نركز على المواعي استراتيجات ريادة العمال آليات التكامل بين نماذج اقتصاد الهام وستراتيجات ريادة العمال التجارة في استخدام ريادة العمال أو خططها في المجتمعات المستهدفة البحث في كيفية استفادة خبراء وإقتصاد ملهم من ريادة العمال ثم نماذج إنشاء مشاريع ريادة العمال المؤثرة على الإقتصاد الاجتماعي واحدة من الدراسات التي نحب أن تبدون فيها هو مثلا ممارسة العمل التطوعي وكيف هو لدور مع ريادة العمال هل هو كيف يمكن إحنا لو عززنا مفهوم ريادة العمال المجتمعية هل ستساهم في مثلا نشر فكر العمل التطوعي بشكل أو بآخر وبالتالي كيف نحن نستطيع أن نربط المساعدة المتبادلة مع الخدمة، مع بناء المجتمع، مع أيضا البناء الذاتي مع تنظيم الحملات التطوعية، مع المشاركة ومع الترفيه هذه كلها لو تتبطت مع بعضها البعض ودخلناها في برامج ريادة أعمال مجتمعية أو اجتماعية لا شك أن يكون لها تأثير هذا أحد الصور في الحقيقة في أحد المخيمات الصيفية التي يستهدف الشباب والأطفال لكي يشاركوا في برامج ريادة أعمال مجتمعية العمل التطوع وانتشار طبعا في العالم اليوم هو منتشر ولكن ما زال هو يعني ضعيف بالمقارنة بالدول التي تحتاج أكثر مثل الدول الأفريقية بالذات تحتاج إلى الدراسات أكثر لكي يعني تعرف محمة الطلبات ريادة الأعمال للمجتمع طبعا دعونا نأخذ مقدمة في أنواع استراتيجيات ريادة الأعمال فإحنا طبعا استراتيجيات ريادة الأعمال هي تقوم على إدارة طرق التفكير وهذه الطرق التفكير هي التي تحقق في الحقيقة القدرة على التركيز العالي على الأهداف المحققة وبالتالي استراتيجيات ريادة الأعمال تقوم بالذات على تربط بين طرق التفكير ومفاهم الجديدة والتي تسهم في صناعة ما يسمى transformative innovative thinking أو ما يسمى التفكير الابتكاري التحولي أو disruptive thinking واللي هو يقوم على التفكير اللام ومنهج أو التفكير الذي يقوم على التحول الذي يسهم في التنمية المستدامة طبعاً اليوم في خبراء عرب لكنهم قليلين في هذا الميدان نحتاج إلى أكثر خبراء عرب هم يعملون في فهم تطبيقات ريادة الأعمال ودورها في حل مشكلات المجتمعية والعملية والكونية وأيضاً طبعاً دورها في تعزيز مفهوم التخطيط السليم للموارد والرأي الأمور من زوايا متنوعة وبالتالي نحتاج أن نبني هذه الستراتيجيات التي تعزز ثقافة ريادة الأعمال المجتمعية بحيث بناء على نوع التفكير المؤثر اللي يسمى influential thinking والتي تستخدم بها منهجيات مدروسة من منهجية أو مدرسة التفكير العكسي اللي هو والقريبة من مدرسة اقصال الهام واخصال السلوكي الحديثة اللي هو في إطار طبعاً حق هذه الاستراتيجيات الإطار الاستراتيجيات كلها ترتبط بروح الريادة إذا عززنا روح الريادة من خلال تطبيقات معينة من خلال مارثان ورش معينة من خلال تجارب معينة من خلال وقفات الستنتاج معينة نستطيع أن نبدأ أن نحدد الريادة ومصادر الريادة الموجودة في كل مجتمع موجودة مصادر الريادة كثيرة لكن تحتاج أن نحددها بطريقة أو بأخرى وهذه مصادر الرياضة قد تكون على روح التعاون قد تكون على الموارد المتوفرة قد تكون على الثقافة والعادات وطبعا فرص الرياضة فرص الرياضة التي تأتي من خلال مرثان الأزمات من خلال التحديات من خلال مثلا المشاكل التي ننوي معالجتها وهذه الترابط بين المصادر الروح والمصادر والفرص هي في الحقيقة تنعكس في أنها تبدأ تصدر لنا أنواع من الهربونات المحفزة لصناعة القرارات الأسلم أو صناعة الإلهام لكن في أنواع من الهربونات هي أفضل على المدى الطويل فلا شك أن الأندورفين والدوبامين هذين هم نوعين من الهربونات التي لا يحبّد أن تكون هي دائما نتعلم عليها أن هذه هربونات تشكل إدمان هربونات تشكل نوع من الحماس السريع ولكنها مع الوقت نحتاجها دائما أن نجددها لكي نحس فيها مرة ثانية أو نصبح مدمين عليها مثلا الدوبامين مع الهاتف أو اللايكات أو اللعب الجيمز يأتي الدوبامين هندرفين عندما مثلا يكون عندنا نوع من الخوف أو نوع من التردد وهما أيضا يستخدمون في التعاطي المخدرات للأسف هذه النوعين من الهربونات أو هما يأتون بسبب تعاطي أو لدمان على شيء ما عندنا نوع الثالث من الهربونات المحفزة للدماغ التي تعطينا نوع من النشوة الطويلة المدى والتي مرتبطة بأهداف الحياة عندما يكون الإنسان يحقق شيء مرتبط بأهداف الحياة وهو شيء ينتظر من زمان يصبح عنده هرمون السيروتونين هو عالي جداً في جسمه نفس الشيء لما نحقق شيء إحنا انتظرناه فترة طويلة أمرأة لم تلد مثلا فترة وتنتظر ولادة لما تلد في مراحل الولادة الأكسسوسين يفرز وبالتالي هذه النوعين من الهرمونات لأسف غير متوفرين دائماً في كل مكان هذه صعب استحلابهم من الصعب استخراجهم من الحيوانات حين في دراسات طبعاً مع تقدم التقنية الحيوية في دراسات تعمل على ذلك ولكن هذه الهرمونين ما زالوا قليلين وبالتالي لا يأتون إلا من خلال مرة ثانية نوع من مستوى من التفكير والريلاكسيشن أو نوع من الرفاهية أو نوع من الرفاه وليس الرفاهية عفواً وأيضاً نوع من المحاولة والتصور والتكرار يأتي هذا الهرمونين السروتينين والأكسسوسين في استراتيجيات الرياضة دائماً نعتمد نسمعنا عن روح الرياضة التي هي تصنع الاقتصاد الملهم لأنها تقوم على القدرة على اقتناص الفرص الملهمة في الوقت المناسب وفي المكان المناسب وتسهم في تطوير الفرص الملهمة وتسهم في إدارة الفرص الملهمة هذه هي روح الرياضة وبالتالي الفرص الملهمة تدفع بنموذج الأعمال للتحرر والتجدد بأقل قيود طبعاً روح الرياضة تقوم على الخروج من ضعف دائرة الرزق الضيقة فروح الرياضة تقوم على أن مستثمر يختار أين يستثمر في عائد بعيد المدى أو صاحب عمل يسعى للرزق من خلال ربحية في كل فصل أو موظف بانتظار راتب فبالتالي بناء على ذلك يقوم رائد إصلاح اجتماعي يختار حيز كبير يستفيد من هذه الفرص الفرص التي تتوفر في العائد أو تتوفر في الموارد أو تتوفر في الأصول البشرية التي تحتاج إلى مساعدة ويأتي الملهم ليرى مجالات الرزق الواسع هنا فيبتدأ هو يتحول من نظام ريغي أو رأس مالي إلى نظام يقوم على العائد الأكبر الذي يقوم على التأمل والتفكر في دورنا في الحياة الذي يقوم على روح رياضة وشخصية وتعلمة ترفع العائد عبر الوقت أو من خلال المحاولات المستمرة وترفع نظرتنا لدورنا في الحياة والعائد من دورنا في الحياة يصبح ذا أكبر يمكن استطيع نفهم روح الرياضة لما نفهم سلفستر ستالون وقصته كيف النهوة كممثل أصبح من أشهر الماثرين في العالم بالرغم أنه كان مر في تحديات شالرزق يمر في كثير من الفقراء في البداية أنه مثلاً هو يكون هو يعني لا يعرف أبي اضطرت أمه إلى ولادته على سلالة من أحد المدارس أثناء الولادة قطع قطع في يعني أحد أصاب وجهه فأصاب شلل في جزء الأيمن من وجهه وأصبح لسانه ثقيل ثم التعق بمدرسة تمثيل لأنه لسانه ثقيل ومظهر شوية ثمل وأيضاً لسانه ثقيل وتمثيله ثقيل فأصبح لها أدوار ثانوية أو لم تقدم لها أدوار رئيسية ثم بعد فترة هو طبعاً قام بالأعداد يعني دخول في ثم بعد فترة قام بمحاولة الدخول في العديد من المسلسلات أو الأفلام ولكنه فشل وحتى لوصل لدرجة أن زوجة طلبت منه يتخلى عن هذا الحلم ويعمل في وظيفة عادية فكانت إجابة دائمة لزوجته إذا حصلت على وظيفة أخرى فسوف أقض الشيء الوحيد الذي يحمل صالحي وهو شغفي فإذا تخليته عن سعي وشغفي يعني وحصلت على وظيفة عادية سأكون قد تخليت عن أحلام فلاحظوا أن إصرار على أنه يحقق حلم بعد أن تم رفض في الحقيقة من عدة مخرجين وقام هو بعمل سيناريو لفيلم عمل عليه لساعات طويلة وكتب قصته في خلال 84 ساعة دون توقف تحول لسيناريو فيلم روكي روكي طبعا كلنا نعرفه هو خد استوحى من إلهامه من مباريات محمد أريكلاي وقصة محمد أريكلاي وعكساه في فيلم أو شخصية أخرى سماها روكي وهذا روكي طبعا وصل لحالة من الإفلاس واليأس لدرجة أنه اضطر أنه يبيع كلبه مقابل 50 دولار كانت هذه اللحظة طبعا أكثر حزنا في حياة سيلفاسترون قبل أن يبدأ هو في إنتاج الفيلم طبعا اشترط أيضا في الفيلم أنه يكون هو فقط ليس فقط يعني هو الكاتب ولكن هو أيضا يمثل في الفيلم فأصبح أيضا البطل الفيلم ولكن هذا أدى إلى أنه يفلس أكثر وأصبح يعمل على صناعة الفيلم وفعلا بعد أن انتهى من الفيلم حصل الفيلم على شهرة كبيرة حقق الفيلم من مبيعات التذاكر 171 مليون دولار مغارتا فقط بتكلفة مليون دولار تقريبا كانت تكلفة تشغيل الفيلم طبعا تم ترشيل عشر جوائز أوسكار ينفهم فيها جائزة أفضل مثل وفاز في النهاية وجائزة أوسكار وأفضل مخرج وصل سيلفستر ستولون إلى الشهرة كنجم حركة وإثارة وأيضا أصبح معروف على مستوى العالم في المجتمعات العربية أخوان وخواتي نحن في حاجة إلى روح الريادة هذه لأننا نحتاج إلى صناعة الابتكار وتطويرها لأنه يأثر على اقتصادنا يأثر على استقرارنا المجتمعي الابتكار لم يصبح هو حين شي لك جري يعني هو شيء من الرفاهية الابتكار أصبح شيء جزء من حاجة لمجتمعاتنا بل لذلك لازم نفكر بفكر مختلف لازم دائما نستدعي كل مكونات الابتكار ومنها روح الريادة دول ضعيفة في الابتكار مقارنة بالدخل كثير من دول العربية كما نرى بما في حتى المغرب ومصر هي أقل من مستوى الابتكار في الدول المتقدمة أو الدول الصاعدة وهذا يعني خطر طبعا جدا على دولنا بشكل أو بآخر وبالتالي نشوف كل ما زاد الدول دخلها وما في ابتكار أصبح هي من الدول المتأخرة في موضوع الابتكار أتوقع أقف معكم أخوان وخواتي عند هذا الفاصل ونواصل معكم في الجلسة القادمة شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم